دعاوى قضائية بتهم التشيير والقذف والتحريض طالت ناشطين وقادة تظاهرات في الديوانية تقدم بها مسؤولون في الحكومة من حزب الفضيلة في محاولة لإسكات صوت التظاهرات المطالبة بملاحقة وفضح الفاسدين وسراق المال العام كما يقول المدعى عليهم هالموقف هذا ناشد المراجع العظام وكذلك الشيخ يعقوبي أي عدالة هذه بحقيقة أن دية المسلم في قتل الخطأ لا تتجاوز الخمسمائة مليون فكيف على كلمة أو على انتقاد لأحد أعضاء حزب الفضيلة أغرم ويشتكى عليها بغرامة مليار بدعوتين كل وحدة خمسمائة مليون يعنان كأنه قاتل خمس مسلمين خطأ اليوم الحزب الحاكم في الديوانية قام بمجموعة دعاوى زور وشهوزور من أجل أن يكبح جباح المتظاهرون ومن أجل أن يتستر على الكثير من كتب وقضايا الفساد التي ارتكبتها حكومة الديوانية الشكاوى تقسمت في محاكم الديوانية وبغداد وبتهم مختلفة قادة التظاهرات اتهم الحكومة بمحاولة إسكات الأصوات الحرة واستغلال السلطة بنفوذهم مؤكدين أن هذه الدعاوى لن تسكت صوت التظاهرات المطالبة بالإصلاح بعض الناشطين مكتوب على بيوتهم مطلوب هذه الأساليب يستخدموها كلها لغرض حتى الناس لا تطلع التظاهر وحتى يخوفون المتظاهرين لكن التظاهرات لا راح تخف وانقلت هذه الفترة راح ترجع أقوى حزب الفضيلة الإسلامي أكد أن الدعاوى قدمت بحق المستغلين للتظاهرات الذين حاولوا استغلالها لأغراض التجاوز على المؤسسات الحكومية ومكاتب أعضاء مجلس النواب ومقرات حزب الفضيلة والتشهير بأعضاء الحكومة كما يقول استغلوا تلك الموجة وشهروا ببعض رموز السياسية أو بعض القيادات في حزب الفضيلة الإسلامي وأيضا حرضوا على حرق مقر حزب الفضيلة وهذا ثابت بالدليل المادي قبل الدليل المعنوي هو هذا ما حصل أنه كاول قيمة على هؤلاء المحرضين أو الذين ارتكبوا بالجرم المشهود خبراء المجال القانوني أكدوا أن إقامة الدعوة هو حق مشروع لكل فرد على أن تأخذ المسار السليم في توجيه الاتهامات مؤكدين أن الدعاوة المقامة لن تكون فيها إذان لقادة التظاهرات لافتقارها إلى الأدلة الجنائية بنظري أن الأدلة سوف تكون غير كافية باعتبار أن التحريض لا يعني يستند على أن هناك شخص فاعل تم مسكه وبالتالي اعترف على أشخاص حرضوا على هذا الفعل وطالما أنه هذا شيء غير موجود بوجهة نظري أنه مستقبل ستنتهي هذه الدعاوة يذكر أن قادة التظاهرات طالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المتظاهرين وحماية الديمقراطية مما وصفوها بسطوة الأحزاب المتنفذة في الحكومة يصف مراقبون ما جرى بأنه اختبار للسلوك الديمقراطي ومقياس لعلاقة المواطن بالسلطة في بلد متعدد الميول والاتجاهات السياسية المختلفة من الديوانية بيثم شباني الحرة